في مؤشرات بتقول إن في مريض نفسي في البيت في مؤشرات بتقول إن في انطواء في انعزال هل ده بيبقى بمزاج المراهق هو بمزاجه هو المقرر الانطواء لأنه أسهل من أنه يواجه اللي حواليه أسهل من أنه ياخد توجيهات أسهل من أنه ينفذ المطلوب منه فأسهلوا أنه يسيب الناس وينعزل ويدخل بإرادته ولا ده بيقى بره إرادته طيب هو في حاجتين حاجتين كبر إما يكون جيناتك هو عنده استعداد وراسي فطلع زي بابا أو ماما كانوا بيعانوا من التراب من الترابات النفسية ممكن تكون موروسة زي الترابات القلق ممكن تبقى موروسة عادي جدا أو جزء التاني ببيولوجي إن هو من التنشيئة الاجتماعية وطريقة تربيته بس الحاجتين اللي احنا بلعب لهم صدمتين موجودين بشكل كبير جدا هو صدمة الفطام وصدمة الميناد دي صدمات اللي هو لو تجاوزها في أول سنين حياته بنلاقي طفل على قدر كبير جدا من يكون شخص سوي صدمة الفطام بتبقى أول صدمة في الحياة إزاي ممكن قفتم ابني الناس اللي بتحط شطة في بقوا الناس اللي فيه نوع من أنواع الضرب فيبدأ يبقى نشوز دفاعي فبيفضل يحط صباعه جوه بقوا طول حياته عشان هو أزى والدته دي بداية تأور صدمة إزاء وفيه بعض الأطفال بيكبروا إزاء النفس الغير انتحاري وبيكمل المال حد مراهقة بعد كده لحد المال ما متجاوز وفيه ناس كتير جدا متجاوزين سواء رجالة أو ستات بيحطوا سباعه جوه بقوم حاجات تلاقي راضية بعملها مخ كنوع من أنواع الإسخاط عشان هو أزى والدته بدءا بقى دخول مرحلة التعامل طب هل أنا كنت التدليل الزايد ولا كنت بقص عليه طب ده بيفرف إيه بيلاقي كتير جدا اضطرابات زي التقالبات المزاجية التخريبية المراهقين اللي عندهم التمرد التفعولي ونوع من أنواع العنف الشديد حتى لو ما كانش يعني هو ما كانش كده فجأة دخل في بداية المراهقة قبل بداية البلوغ شخص عنيف جدا ومتقلب المزاج والمزاج العصبي ده اضطراب اضطراب ده إيه سببه القصوة الشديدة أثناء فترة الطفولة وهو كان من الشخصيات أرخيولة اللي مش قادر يعبر عن نفسه فدخل مرحلة المراهقة خد الشحنة دي من الضرب وبدأ يمارسها وفي بعض الأطفال اللي بيخشوا بداية المراهقة عادي جدا يتحول إلى مجرمين عشان هو بدأ حاجة اسمها مرحلة التبلد أو الشعور بالسعادة في إزال الآخرين زي ما كان بيحصل معاه أو الـ ODD اللي هو إيه؟ التعارض أو عند المتعارض يعني عند المتعارض طفل دايما لأ في كل حاجة ده حاليا بنسميه اضطراب بسبب الإجبارات المستمرة بسبب إيه عمل كذا بلاش تعمل كذا لما تجبر الكلام أو الجمل السامة أو الجرسومة الكلمية اللي دايما بنعمل هاله ده بيعمل افتزاز في الثقة في النفس وبيبقى اضطراب نفسي بعد كده مزبوط